سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة والنهاردة طبعا بيشرفني وجود ضيفي القص عادل مالك أهلا بيك حضرت الأسيس أستاذي وضيفي العزيز اللي دائما بنستضيفه في المعارك الشديدة فبنرحب بيك مرة تانية أهلا بيك يا أخت أماني أهلا وسهلا طيب أحباء النهاردة موضوع الحلقة عنوانه هل تعز النساء في الكنيسة معضلة كبيرة وسؤال يعني تكرر على مدار مئات السنين وكان فيه أراء مختلفة كثيرة فيه لكن حكمنا دائما نرجع لكلمة الكتاب ونعمة الرب في تفسير كلمة الكتاب ويعني النهاردة هتجه لحضرتك طبعا في أنك تورينا عرض لموضوع وعز النساء وسكوت النساء هل يمكن أنها تبشر والكلام ده لكن حابة شارك معاك موقف حصل للأسبوع ده الحقيقة أنه بعد ما خلصنا حلقة الأسبوع اللي فات أنا روحته أنا يعني سعيدة وعندي سلام داخلي رائع جدا لأنه حسيت أنه الحقيقة الحلقة كان فيها يعني حقائق كتابية حسيت أنها فتحت باب لناس تفهم يعني إيه أنه الست لها صوت ربنا عايز يستخدمه وأنه المسألة مش خناقة بين مين قد مين وتساوي واش تساوي وكده ففي وسط الأسبوع كده دخلت في منقشة مع بعض الأخوة مجموعة من الأخوة ومنهم واحد ابتدى بالكلام أنه داخل مش عشان يشترك في الموضوع هو داخل عشان يسلم علي أنا شخصيا وعلشان هو فرحان جدا أن أنا موجودة وأنه متابع للبرنامج بشكل دائم وقد إيه هو بيحب قناة الحياة وهو أخ مسيحي وبعدين ابتديني نتكلم على المسواب بين الرجل والمرأة وبعدين ابتدى الأخ يقولي يعني إيه مسواب بين الرجل والمرأة إلا ما فيش الكلام ده طبعا اللي يقول كده يبقى ما بفهمش في الكتاب واللي بيقول كده يبقى بيقتطع من الكتاب مش مو استحالة يكون فيه مسواب بين الرجل والمرأة والحياة أنا بحكي القصة دي بالطريقة دي لكل المحبة لهذا الأخ اللي بيتابع القناة وبيتابع عمل الرب من خلالنا أنا مش المرأة الوحيدة على قناة الحياة في نساء جليلات قديسات موجودين يعني الحقيقة بيعلموا تعليم واضح ورائع ومفيد لكن الإخوة عندهم استعداد أنهم يسمعونا بنتكلم في الإسلاميات ومعليش يفوتلنا كلمتين في المسيحيات لكن يرفض أنه يسمع تعليم من المرأة لو كانت في الكنيسة يعني أنا ما أقدرش أروح الكنيسة وأعلم مثلا هو رافض ده المسألة مش المساوية في الفنكشن زي ما قلنا لا هي المسألة أنت غير مساوية تماما يعني أنت لا ترتقي لده أنا بشوف هكذا لأنه في الإسلام مثلا معليش أنا عرضي طويل شوية النهارة عشان في الإسلام المرأة أقل من الرجل في كل شيء يعني كل الفقهاء يقولولك لا تساوي بين المرأة والرجل أبدا بأوامر إلهي لكن في الكتاب مفيش أوامر بتقول كده مفيش حاجة بتقول كده بالعكسة تماما لكن المسيحيين جوال الكنيسة مصرين أن هما ينظروا على المرأة أنها أقل عقلا وفعما وإنتاجا وروحيا ويتكلموا عن السلطة الروحية يعني سمعت بقى كلام عجيب المرأة فقدت سلطتها الروحية أو سلطانها الروحي بعد الخطيئ طب وليه الرجل لم يفقد ده سؤال وجي يعني هو ربنا وبعدين غالبا أنت أصدق طبعا الشرق الأوسط الرجالة في الشرق الأوسط صحيح النهاردة في الغرب طبعا ما فيش كنيسة ما عرفش تعرفي حضرتك ريك وارين اللي هو من أكتر الكنيسة المحافظة رسموا ثلاث ستات أسوس لكن ما زال فيه كنائس محافظة في الغرب برضو ما بيخلوش الستاتة تطلع على المرأة صحيح أو لا ترسم بيطلعوا المنابر لكن لا ترسم مزبوط لكن الفكرة في موضوع أنه إحنا عندنا فصل أنت ست كويسة بتتكلمي حلو خالص على البرنامج بتاعك لكن بتقدرش تجي تعلمي طب هل السؤال هل ده بيقول أن المرأة لا تستطيع أنها تعلم مما علمها الله زي الراجل ولا لا أنا بس كنت بفضفض مع حضرتك خدوا حكيك فخلينا نرجع للموضوع وأنا متأكدة أن حضرتك هترد على أسئلة كتيرة في النقطة دي هل ينفع أن المرأة تعلم؟ خلينا نقرأ الجزء اللي هو الأشهر جزء في آيات صعبة اللي بيقول أن المرأة تسكت وبالذات ما تعلمش الراجل بالذات يعني إحنا تكلمنا قبل كده المرأة اللي فاتت عن المرأة كانت بتعلم في كورنثوس الأولى 11 ابتدأ من عدد 3 يقول لما تكون بتتنبأ أو بتصلي وكان حاطت بس شرط أنها تغطي شعرها وعرفنا أن دي كانت في كنيسة كورنثوس لكن في كنيسة أفاسوس باعت الرسول بولوس لتيموثاوس اللي هو راعي كنيسة أفاسوس بيقوله إيه؟ تموثاوس الأولى 2 من 8 إلى 15 فأريد أن يصل الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوة ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لأن آدم جبل أولا ثم حواء وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل قبل ما نفسر الجزء ده نفسي بس نفكر شوية في صعوبات في الآيات دي في صعوبات بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة في حاجات لكن لو حاولنا التفسير الحرفي يعني هو المحور كل الجزء ده إنه يقول لتتعلم المرأة بسكوت في خجل الخضوع ولست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل ده المحور ده الفكرة الرئيسية والباقي لو تفتكري كنا بنتكلم عن أمر بالنسبة لبولوس دايما بيبقى في محور في جزء هام وبيعددوا بنقاط هذه النقاط مش صح أننا نتوسع فيها يعني يعني حضرتك بتقول إن المحور هنا لست آذن للمرأة أن تعلم بالزبط ده المحور ولازم نتعلم دي قبل كده برضو عرفنا إيه الأفكار اللاهوتية إنها أمور مصيرية زي الخلاص الثلوث الأقدس صلب وقيامة المسيح المجيء التاني هل تعليم المرأة للرجل أمر لهوتي ولا يتعلق بالبيئة ده السؤال ده سهل علينا أن نحن نقول بالبيئة لكن هقول خمس موقع بسرعة يثبت إن دي لها علاقة بالثقافة والبيئة فقط هو أنا قلت البيئة طبعا بسرعة لكن الحقيقة إنه القارئ العادي للكتاب المقدس بياخد دعا لأنه أمر إلهي بالزبط فدي مشكلة بالزبط لكن خلينا نثبت عشان الناس ترتاح إن ده أمر ملوش علاقة باللهوتي نمرة واحد لو كان لهوتي كنا شوفنا بولوس كرره لكل الكنيس هو لم يكرره لكل الكنيس ده سمح لكورنثوس إنه هتعلم ومش سمح لأفاسوس طب ليه لا يجمع بكل الكنيس لأن بولوس كان بيحل مشاكل مشاكل كنيسة معينة مشاكل كنيسة معينة بولوس ما بيكتبش غير لما يكون فيه مشكلة يعني كل الرسائل بتاعته لكنيس أو لأشخاص والأشخاص التلاتة التلاتة رسائل لشخصين تيموثاوس وتيتوس طبعا في ليمون دي موضوع تاني خالص لكن عموما كان بيكتب عشان يحل مشاكل دي نقطة مهمة توضح لنا إنه فعلا ده دليل على إنها مشكلة خاصة بكنيسة معينة في مكان معينة بصبت يبقى أول حاجة كان المفروض يكتب لباقي الكنيس لكن ما عملش كده تاني حاجة فيه أماكن تاني بولوس سمح بيها زي ما قلنا زي كرونثوس الأولى ومدح سيدات في رمية 16 صحيح إذن مستحيل إن ده يكون أمر لهوتي بيعرض نفسه هيبقى بيعرض نفسه هنا تلاتة لو الأمر ده لهوتي كنا لقينا كل كتاب العهد الجديد كمان كتبوا في الأمر ده لأن الأمر لهوتي لابد زي موضوع الخلاص مش هتلاقي صفحة يمكن من العهد الجديد غير لما تلاقي فيها حاجة عن موضوع الخلاص هربعة المسيح نفسه ما تكلمش في الأمر ده ما قالش الستات يسكتوا والرجالة يتكلموا إذن ده مش أمر لهوتي لأن بولوس ما جابش حاجة جديدة من عنده فيه مبدأ يقولك لو لا بولوس ما كانتش المسيحية بولوس بيردد صدى لتعليم المسيح المسيح علم كل ما نريده بالنسبة للهوت يعني لو المسيح كان واقف بيكلم رسالة كنيسة أفاسوس كان هقولهم اللي ستتعلم المرأة بسكوت آه لكن لكن لكنيسة أفاسوس أنا عايزة إثبات بقى أيوة لكنيسة أفاسوس خمسة وآخر النقطة في النقطة دي المسيح نفسه بعد سيدات يبشره رحيب يعني طب الست اللي هي السامرية السامرية ومالية اللي كل القرية والناس أمنوا بالكلام اللي قالتوا وهم رجعوا وشفوه وبعدين أخذ تلميذات الرب يسوع تلميذات وهنشوف دي استقبل تبرعات مالية من ستات كل الحاجات دي كانت بعت السيدات أهم خبر في كل الكتاب المؤدس هو خبر قيامة الرب يسوع صحيح ومش مدهوش لتلاميذه الده لصف تاني من التلاميذ الستات والستات هم اللي بلغوا وقال لهم روحوا قولوا لتلاميذي أمين أن أنا هشوفهم وكأنه بيعدل الميزان بالصبت كده بالصبت طيب خلينا نتكلم بقى في عمق الآيات دي وأثرها حضرتك بتقوله أنا مقتنعة أنه خاص بكنيسة أفاسوس خلينا نقولهم ليه بقى خاص بكنيسة أفاسوس طيب ليه بسكوت بالضبط نمسك جزء وجزء زي ما حضرتك بتقولي جزء السكوت اللي تتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع إيه السكوت إيه نوع الصمت اللي بيتكلم عنه بولوس قد يكون صمت عشان ضجيج لو تفتكر كانوا بيعملوا ضجيج وطلب كده من كنيسة كورنفس سكوت لتعلم المبادئ الأولية زي ما تكلمنا بقبل كده نفس كلمة سكوت استخدمت في الكتاب المؤدس للرجال بس للجميع يعني استخدمت للجميع للرجال وستان هقرالك بس عددين فيهم كلمة سكوت أو صمت أعمال خمستاشر اتناشر فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولوس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم وبعدين أعمال اتنين وعشرين اتنين فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى طب هنا سكوت لا تعني صمت كامل ولا تعني صمت عشان لكن لا صمت علشان تعلم صمت عشان الاحترام انصات عشان نسمع حاجة مهمة للتلقي للتلقي للتعلم الرسول بولوس في تيموثاوس الأولى تكلم عن سيدات في كنيسة أفاسوس عندهم عادات سيئة هقرالك برضو حاجة من تيموثاوس الأولى إيه اللي خلنا عرفنا أنه أفاسوس فيها مشاكل مع الستات أي هو الجزء ده تيموثاوس الأولى خمسة من حداشر لثلاتاشر بولوس بيقول إجابة لأسئلة هما سألوها له أي يعني أحياناً بيبقوا يكتبونه زي كورنثوس الأولى مثلاً أصاح سبعة يبتدي أما من جهة الأمور اللي كتبتم لي من أجلها ويكمل علشان يوري أنه هما كتبوا له رسالة إحنا لسه مش لقينها الرسالة دي لحد دلوقتي اللي هكتبوها بتو كورنثوس لبولوس لكنها سهلة ليه؟ لأنه من إجابات بولوس نقدر نعرف الأسئلة اللي سألوها صحيح تموثاوس الأولى خمسة حداشر لثلاتاشر بيقول إيه؟ أما الأرام الحدثات فارفضهن لأنهن متى بطرنا على المسيح يريدنا أن يتزوجنا ولهن دينونا لأنهن رفضنا الإيمان الأول ومع ذلك أيضا يتعلمنا أن يكوننا بطالات يطفنا في البيوت ولسنا بطالات فقط بل مهذارات أيضا وفضوليات يتكلمنا بما لا يجب بولوس الرسول هنا مش بيقصد كل شاب أرمالة سيئة ما ناخدش نعمم التعميم مشكلة غير عادية هنا الآيات دي مشكلة كبيرة بس الحل بسيط دي بيتكلم عن حالة موجودة في كنيسة أفاسوس وبيحذر من الظاهرة دي كان فيه ستات بتعلم كنيسة أفاسوس وكان فيه ستات بيفوتوا على البيوت ويتكلموا ويجيبوا سيرة ويعملوا حاجات مش كويسة خاصة بالكنيسة ده اللي بيقصده في تموثوس الأولى الاثنين عن الصمت والسكوت الصمت والسكوت بيحذر من ظاهرة معينة ولو إحنا خدناها وانطبقها في كل زمان ومكان يبقى خلي بقى كل الكنيس ما تعلمش الستات ما تعلمش الأطفال كمان خليني معلش أنا عارفة أن ده يمكن بره شوية إطار اللي هنتكلم فيه لكن الآية دي بالذات الستات بيتصدوا يقولوا ليه الكتاب المقدس بيقول إن إحنا الأرامل متتجوز ليه بيكلم عننا باللغة دي أنا بعيد لحضرتك البيتال لأن الآية دي أصبح خارج منها استنتاج في بعض الكنائس يقول إنه الأرامل ما يتجوزوش أو إنه الأرامل بتبقى تصرفاتهم خارجة عن الأصول ده هو بعد كده على فكرة بيقول كويس إنهم يتجوزوا الشابات ده الكويس أو إنهم يتجوزوا ده هو كان ضد منع الزواج بيقول ده فيها ارتقة هتقول لكم إن تمنع عن الزواج مع إنه هو كان عازم مع إنه عشان كده هو الله قضي الأرامل مش الناس بس أنا يعني عايزة توضيح لأنه الأمر ده بوليسة ما بيتكلم عن جزء من مش كل حتى النساء في كنيسة أفاسوس ده جزء من كنيسة أفاسوس ده لا يعني إنه ده يعمم على كل امرأة لو الكنيسة بتقول لك إن أنت أرمالة ولازم تقعودي وما تتجوزيش وينظروا إليك إنك نقصة لو أنت أرمالة مطلقة كلام ده كله يعني أنا بقول لك إن ده مش حكم الله عليك ده حاجة خاصة في الكتاب النهاردة ساعات الكنيسة بتخدها بتطرف ولكنها مش حاجة لهوتية صحيح إنه أمر مؤلم وده خطر على فكرة إنه نحن نحول أمر دلوقتي طب طب ما هم فيه عادة أنا بحب أبسطها وخليها يعني أسأل الأسئلة اللي تخلينا نحول النقطة إلى واحدة من أربعة هل النقطة لهوتية؟ اللاهوتية نعرفينه دلوقتي بيتكلم عن الخلاص بيتكلم عن عن مجيء المسيح الثاني أو الأول أو الصلب أو القيام أو الحاجات دي الحاجة الثانية الأخلاق لتنين دول طبقهم حرفي نطبق حرفي فيه أجزاء كتير في الكتاب لازم نطبقها حرفي لكن فيه أتنين تاني من طبقهم شحارفي لو هم خاصة بالبيئة أو خاصة بالطقوس الطقوس اتغيرت من العهد القديم للجديد والبيئة مختلفة من مكان لمكان حتى ما بين أفاسوس وكورنثوس البيئة متغيرة في أورشاليم ما كانش فيه خالص ستات بتعلم لكن وكان ده شيء طبيعي عادي لما أروح في أرياف مصر أو في الشرق الأوسط عموما عادي لكن أشجع لو في حد وحدة قابلة للتعلم وحدة تقدر تاخد مكانها حتى لو في الأرياف وإيه المانا وفي الغرب مكان معظم الأسس كانوا رجال هم اللي بيرتحلوا وبيمشوا على رجلهم من قرية القرية برضو كل حاجة لكن في نفس الوقت ظهرت نساء وعزات همات جدا في التاريخ الكنيسة الغربية طبعا يعني والشرقية على فكرة والشرقية في ستات دلوقتي يبدأوا يكتبوا عن تاريخ الكنيسة في مصر بالذات تاريخ الكنيسة الإنجلية والحقيقة أنا تربيت في كنيسة كان فيها اتنين ستات شيوخ شيخات وإحنا شباب كان اجتماع الشباب كنا نروح لوحدة من الشيخات هي اللي نثق فيها أنها تاخد الموضوع بتاعنا لمجلس الكنيسة ما كناش نروح لراجل لأن هي مكانتها وتعليمها كان غير عادي كانت مصدر ثقل كانت مصدر ثقلينة ومصدر ثقل في المجلس مجلس الكنيسة وكانت تسألنا أسئلة صعبة قبل ما تاخد الموضوع بتاعنا للمجلس جميل خلينا بقى نتكلم على لتتعلم بسكوت التعليم ولكن لست آذن للمرأة عدد 12 أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت هل بيقصد الرسول هنا أن المرأة ما تعلمش الرجل إطلاقا هل تعلم بس الستات والأطفال ده اتجاه هو ما قالش على فكرة هو كل اللي بيمنعه أن الرجال إزاي بيقول كده يمنع أن الست تعلم الراجل وسمح ليها في مكان تاني أكتر المفسرين بيستنتجوا أن قصد بولوس المرأة لا تعلم الرجل بطريقة فيها تسلط لكن تاني حاجة تتعلم في صمت و تالت حاجة ما تعلمش بعشوائية ده نشوفها فين بقى الحاجات دي كلها طيب تتعلم بتسلط لا تعلم بتسلط هل الرجل يعلم بتسلط لا عشان كده هجيب الراجل والست كمان نفس الحاجة كان بولوس عايزها من كل الناس على فكرة كورينثوس الأولى أرالك 14-40 وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب من الرجالة والستات وبيطلب بولوس من الرجالة والستات أنه ما يعلموش بأسلوب في سيادة خاطئة ليه؟ في تيموثوس الأولى 2-2 لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار السؤال هل عدم سماح بولوس للمرأة أنها تعلم هي قاعدة عامة نطبقها في كل مكان أو لا موقف خاص بينطبق على مجموعة صغيرة كنيسة أفاسوس ودي تطبق بس في مكان معين وزمن معين ده السؤال أو مكان في لي هذه الصفات بالظبط كان للأسف على مدى القرون الكنيسة طبقت دي على مبدأ عام مبدأ يطبق في كل مكان وزمان للأسف لكن قبل فحص الآيات دي خليني أدي خلفية لتفسير برضو بعض الآيات احنا تكلمنا برضو عن التفسير قبل كده حاجة تاني في نفس الرسالة بيتكلم الرسول بولوس عن رسامة الأسقف والأسيس فبيقول إيه المثوس الأولى ثلاثة عدد اتنين واربعة فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعلم رأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم يدبر بيته حسن له أولاد في الخضوع بكل وقار لو طبقنا الجزء ده حرفي أنا هتكلم عن التفسير الحرفي يبقى دمرة واحد لابد أن نكون راجل لأنه بعلم رأة وأن يكون متزوج من واحدة اتنين يعني متزوج ثلاثة ليه أولاد ما ينفعش الاثنين اللي مش مخلفين مبدأ ملوش أولادي ده حرفي أنا بطبق أربعة ليه أولاد والأولاد دول خاضعين يعني مؤدبين ومحترمين وبيؤمنوا كمان أي اللي عنده مشاكل يطور اللي عنده مشاكل هو والشيخ بالعيلة كلها كل العيلة ده التطبيق الحرفي وهنلاقي أن بولوس في الحالة دي ما ينفعش لأنه بولوس كان عازم بالضبط وما ينفعش حتى يكون أسيس مع أنه يعني بولوس نفسه يتناقض الكلام اللي احنا بنقوله ده مع معرفة ومقدرة بولوس بولوس كان راعي رعاة وواحد منهم كان تيموثاوس تلميزو يعني وتيتوس وهم الاثنين كتب لهم ثلاث رسائل تيموثاوس الأولى والتانية وبعدين تيتوس دول رعاة كنايس ليه بيتكلم بولوس عن الأسقف والأسيس كأنه يكون راجل ده السؤال بقى اللي أنا حاولي جاوبه هو فعلا بيكلمة لأنه لازم ما هو دي الترجمة الحقيقة كويسة جدا دي في فان دايك استخدام اللغة ديناميكي بيتغير بمرور الزمن في أي لغة على فكرة في الماضي كانت بتستخدم لغة المذكر دلوقتي بينما كانت على فكرة تعني المذكر والمؤنث يعني هي كانت بتعني الاتنين وهديلك برضو مثالين بوترس في الموعظة على في يوم الخمسين بيقول إيه أعمال اتنين اربعة عشر فوقف بوترس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنيون في أرشليم أجمعون وكمل كلام هم كانوا بس رجال اللي موجودين الثلاث تلاف دول كانوا بس رجالة طب هقرالك اللي هو بيقوله بوترس برضو في نفس العظة بيعمل إيه بيجيب من العهد القديم عشان يقول إن النبوة دي بتتحقق نبوة يقيل يقيل النبي يقيل اتنين بس هقرالها من أعمال كلمات بوترس نفسها بيقول في أعمال اتنين سبعتاشر يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شوخكم أحلاما وبعد كده عبيدي وإمائي الاتنين رجالة وستات مع إنه في الأول هو أيها الرجال زيبنا دلوقتي لما نيجي نكتب حاجة مثلا نقولك هي شي يعني نعمل هي مثلا هو وعلامة هي هي دا دلوقتي أو نعمل اتهمة ربوطة برضو علامة مصبوط عشان يبقى الأدب يعني مصبوط هوريلك التغير في فترة صغيرة في الشرق الأوسط عبد النصر كان يقول أيها المواطنون وكان قاعدين ستات السادات أيها المواطنون والمواطنات النهاردة ما فيش خادم في كنايس بالانجليزي إلا يقول ladies and gentlemen يعني يعني كان زمان من سبعين ثمانين سنة كان بيقوله بس brother and هو بيوحص يعني حضرتك عايز تقول أنه دي هنا الكلمة لغة العصر أيها الرجال بالزبط هي هي أيها الناس بالزبط كانت كده وكانت والنهاردة ما يقدرش حد يكتبها كده كان يقول مثلا man بمعنى men and women من and women يس اعتمد في اليوم ده 3000 راجل وسيت مزبوط يبقى يبقى إذن اللغة ديناميك تاني مثل عايزة دي كلمات بولوس نفسه في كرونسوس الأولى 15 عام قيامة المسيح عدد 6 وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن بس ظهر المسيح بعد القيامة لل500 وكانوا مجتمعين دي بداية المسيحية كانوا دايما رجالة مع ستات الجموع كانت دايما الجموع وأصدوا هنا أخ وأخت 500 أخ وأخت لكن دي اللغة بتاعة العصر فنرجع لسؤالنا هل بولوس بيقصد هنا الكلام اللي احنا قرناه لست أذن للمرأة أن تعلم ولا تتصل على الرجل كان أمر لجميع الكنايس ولا أمر الكنيسة أفسوس بس أعتقد أن الأمر كان الكنيسة أفسوس وهقول خمس أسباب برضو أول واحد كان قادة الكنايس رجالة وستات ليهم سلطان كبير على أعضاء الكنايس في بداية الكنايس ودلوقتي لما تشوفي هتلاقي السلطان ده أحيانا عمال يتغاجر عصرنا من 20 سنة مثلا أو من 10 سنين كان السلطان أكتر من دلوقتي سلطان روحي سلطان بيؤمر الناس يعملوا حاجات بغض النظر بقى عن سلطان من الكتاب روحي أو سلطان يقول له تجوز فلانا أنا الجيل بتاعي يعني الجيل بتاعي كان ما فيش مانع أن الأسيس يقول لي أنا عندي عروسة ليك النهاردة الشباب ما اعتقدش أنهم يسمعوا الكلام ده من أسيس فاتغير لو زمان برضو هنلاقي أنه أكيد كان في حاجات مشابهة لكده طبعا طبعا بيع أردك وديها للككنيسة مثلا فكان ليهم لأن كان عند بولوس نقطة مهمة أوي كان بيحاول يحد من السلطان خاصة مع الضعفاء إزاي هقرالك مثلا من تيموثاوس الأولى خمسة واحد واثنين لا تسجر شيخا بل عظه كأب الكبار السن والأحداث الأطفال كأخوة والعجائز كأمهات والحدثات كأخوات بكل طهارة نقطة بولوس أنه يساعد أن يحدد من سلطان الكنيسة أو سلطان الأسيس على الضعفة دي النقطة المهمة في أفاسوس بولوس طلب قيادة قيادة فيها حكتين خادمة وحازمة حازمة مش يعني كرباج يعني قيادة محبة بدون تحكم وتسلط للراجل والست وده صعب صعب لحد النهاردة أن الواحد يجمع بين الاتنين دول وجهت الكنيسة ضغوط وكان صعب أن المرأة تقود قيادة حازمة بطبيعة المرأة في الوقت ده حاولت أنها تتعلم بتأثير وفعالية في كنيسة أفاسوس لكن حاولت أيضا فرض سلطة وتسلط وكان ده صعب في مجتمع لم يحترم المرأة عشان تعليم 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 روحي يعني ولا تعليم روحي ولا تعليم خالص أحيانا بس أحيانا يعني نبص للخادمات اللي في الكنيسة دائما يقول لها عندك خدمة الأطفال عندك خدمة المطبخ عندك مش عارف إيه لكن مثلا لا يعطى لها قيادة مثلا في أنها تقود درس كتاب تعالي عندنا وانتي هتلاقي أنا جاي لازم بندعي كل كل على طول بندعي ستات يوعظهم يوعظهم ده يقول لأنه الستة أساسا مش هيبقى عندها وقت أنها تعود تدرس الكلمة عشان تعلم ده لو بس لو في تفاهم هيبقى عندها وقت يعني العلاقة الزوجية لازم تتغير كمان المجتمع المحيط بالكنيسة ده تاني نقطة اعتبر قيادة المرأة أمر غير مرغوب فيه طبعا وأحيانا أساء الموضوع ده إلى المسيحية ومنها يمكن كنيسة أفسوس عانت كنيسة أفسوس زي ما بقول لحضرتك من سوق قيادة المرأة في كنيسة أفسوس عشان كده بعتقد أن بولوس رفض تعليم المرأة للرجل بصفة خاصة في أفسوس ثلاثة كنيسة أفسوس بالذات اتعرضت لك تعاليم خاطئة من ستات في الكنيسة زي ما قرينا واللي يكمل أصح خمسة من تموثوس الأولى تموثوس الأولى خمسة هتلاقي عمال بيتكلم عن ستات عملوا حاجات غريبة وتعاليم غريبة وأغلب ستات أفسوس عكسوا إعادات سيئة في تعليمهم فقادت إلى تعاليم خاطئة وكان هدف بولوس مش منع المرأة من تعليم الرجل في كل مكان لكن في لأنه في أماكن تاني في العهد الجديد سمع وبالذات لما نقرأ رمية 16 والستات اللي عمالي يجيب سيرتهم نمرة أربعة فرق بولوس في طريقة حديثه في الكلام بتاعه كان بيفرق لما يتكلم عن أوامر جديدة بيوضحها ويذكر النقط اللي بقول لحضرتك أحياناً بتبقى ثانوية لكن لو كانت النقطة دي معروفة وقعدة وبتنفس في كل الكنائس وتموثاوس مش محتاج لتوضيح فليه طريقة تاني بولوس ناخد مثل هتدي لك مثلين هتدي لك مثل في دي بولوس لما بيحتاجش الشرح يقول إيه كما تعلم أو ألست تعلم طيب هذكر مثلين عن الحاجة اللي أنا بقولها اللي هي كان يعرفها تيموثاوس في تيموثاوس الأولى تيموثاوس الأولى واحد تمانية ولكننا نعلم أن الناموس ويكمل معنى كده أن ده أمره معروف لتيموثاوس ولقراء الرسالة بتاعته تيموثاوس التانية تلاتة عشر وأما أنت فقد تبعت تعليمي يعني أنت عارف تعليمي وتابعته إذن ويكمل النقطة مش محتاجة لتوضيح لكن ليه عمالي يوضح في موضوع المرأة وعمالي عضت بنقطة إنها هي الأغوية وإن هي دي الطبيعة وإن ليه بيعمل كده يبقى ده أمر جديد واضح في النص ده احنا بنامش نتعامل مع قاعدة لهوتية أبدا أن بولوس أعلمها قبل كده لأنه مش دي طريقة بولوس خالص أنه يوضح بنقطة سنوية كتير كده خمس نقطة وآخر نقطة الوحي لا يناقض نفسه بولوس لن يناقض نفسه بولوس لم يعتارد على تعليم المرأة للآخرين في كورونثوس الأولى 11 زي ما خدناها المرة اللي فاتت لكنه طالب أنها تغطي راسا بس لما تتنبأ قامت سيدات كثيرات بخدمة التعليم في روميا 16 زي ما قلت وأشهرهم أشهر هن بريسكلة مرات أكلة وأحيانا بولوس كان يتعمد أن يذكر بريسكلة قبل أكلة معناها اللي هي كانت واخد القيادة في تعليم هذا الشخص أو في الموقف فيبي خادمة الكنيسة يونيا اللي كانت مشهورة بين الرسل يعني رسولة النتيجة الحتمية هنا هي أن دي قاعدة خاصة تنطبق فقط على الوضع في كنيسة أفسوس طيب نركز بقى على الآية بتاعت لأن آدم جبلة أولا ثم حوالي إن دي من المعضلات اللي برضو الناس بتتكلم عنها طيب إحنا عارفين إن آدم جبل قبل حوالي لكن ليه يربطها بأن المرأة تتعلم بسكوت وكل خضوع هل ربطها بدا خلينا بس أن ما نفقتش اللي عمال أقوله من الحلقة اللي فاتت دي نقطة ثانوية تمام لكن هنشرحها هنشرحها خلاني أقرى لهم عددين أو ثلاثة عدد 11 و 13 و 14 من نفس الرسالة تمثاوس الأولى اتنين لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع عدد 13 لأن آدم جبلة أولا ثم حواء وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي طيب خلينا أقولك الحاجات اللي مش بيقولها بولوس هنا قال حاجات واضحة تمام لأن آدم جبلة أولا ثم حواء ليتصلت كل الرجال على كل النساء ما قالش دي بس ده الدكشن بقى هنا بيقول أنه لازم يكون بيقول كده بس هو ما قالهاش بس ده معظم الناس بتقول كده طبعا هو التصلت للرجل لكن لأنه يعني هو حط هو حط هو قال إيه لأن آدم جبلة أولا ثم حواء بس ما قالش إذن كل النساء يعني هو قصده أن الترتيب في الخليقة يعني أنا لو أنا لو قفت التابور الجماعية الأول أنا اللي أتصلت على بقية التابور لا ده أنا أنا عايزة طب فيه نقطة تانية برضو بولوس ما قالهاش ما بيقولش لأن آدم لم يغوا بل المرأة أغويت فقابلية المرأة للغواية أكثر من الرجل أنا مستنية واحدة واحدة طيب ما هو ما قالش دي كمان صح ما قالهاش حضرتك بقول كده لكن الناس بتقول لا المرأة عندها قبلية للغواية لذلك لتعطى سلطان روحي لا ما هو ما ده ما جاتش أنا نسأله بمهما بقى لو قال كده كان هيعني أن اللي تخلق أولا ليه أفضلية وحق تسلط مش كده أي لو ده كان بيجمع صحيح وبالتالي كان الحيوانات الحيوانات تخلقت قبل آدم الحمد لله أشكرا الحيوانات اللي هي خلقت قبل آدم ليهم حق التسلط على الإنسان وعلى الإنسان بقى في الحالة دي احترام الحيوان والحيوان أعلى وأفضل من الإنسان ويمكن كمان نعبده بالضبط نعمل طايفة جديدة تعبد بس الحيوانات أنا مع حضرتك وأشكرك على الترتيب ده إنه فعلا الترتيب غير منطقي طبعا طب إذن ليه هنا آدم خلق قبل المرأة أيوة فإيه الترتيب اللي يقصده بطرس ليه بالضبط أمين بولوس لو بولوس قال آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت عشان كده نستنتج إن أي امرأة لها عندها قابلية للغواية أكتر من أي رجل هينقض الواحي الكلام ده وهينقض فكر بولوس وهو إنه في أماكن تاني يعني فكره في أماكن تاني مش في تيموثاوسة الأولى بولوس نفسه قال إن الخطيئة جاءت عن طريق آدم وقالها خمس مرات آسف في العهد الجديد كله خمس مرات يذكر آدم الأول وآدم الأخير أنا بس تحب أقول مش إحنا اللي بنقططع طبعا لأنه الناس ما بتذكرش الآيات دي لما يجي نرتبها على بعض هتديلك مثال آه تفضل قبل المثال ده ناخد مكالمة آه تفضل طبعا معانا الأخ جرجس أهلا بيك أخ جرجس تفضل سلام يا أخي أحماني سلام ونعمة ليك أخونا العزيز سلام لحظ القصر أهلا وسهلا أنا بس أريد أسأل سؤال لجناب القصر فطر أعلق على الحلقة اللي فاتت والحلقات هل يسمح حظ القصر بجرس امرأة كقصر يعني نرسم النساء كخصوص سؤال سؤال الثاني إذا كان الأمر كذلك لماذا افطار المسيح 12 تلميذ محش ليه مثلا 10 تلميذ و 2 ستات من التلميذات معا يعني أي 10 فات عاجة تلك المرة اللي فاتت قلت من ضمن الكلاف التي تكلو الكنيز الكلاف التفريدية أنا أعطف هذا التعامل أرفض هذا التميذ لإني أنا فيه بعد الخنوات وصارت لها بتتكلم وبتهاجم الكاثوليك والكورسطان وأنا أتكلمت معا وهاجمتها وأنا أحتفظ بإيمانك ولكن لكن أخبر أن حد يهاجم الطوائف الأخرى لأن أشي جرجس دي واحد دي واحد دي بس أكمل قبل ما تسيب النقطة دي عشان أنت صديقي البرنامج من سنين طويلة يعني ما ينفعش تقول كده لأنه قناة الحياة لا تهاجم أي كنائس بأي بأي شكل لا لا استنى بس خليني أوضح أوضح ما لنش دعوة بهم دول أيوة أنا بقولك أني أنا اللي أقبل أي هجوم على الصواة الأخرى استنى خلال اللي بتقول دي واحدة أسمعها مش عارف لا ما لنش دعوة بأسمعهم أنا أخبر أن حد يهي أجبر طيب ما عليش سامحني أخبرش أن يكون ولكن بتتكلمه طوله النوع من اللمزة على طيب خلاص السؤال الثالث قلنا السؤال الثاني الثاني مطلق مطلق خلاص 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 بطلق جنابي الخص بيقول أن في المعجر الستات ما بغطوش شعرهم لا أنا هنا في أمريكا والكريسة عندنا الستات لما بتدخل تتناول بالذات في مصر أو في المعجر بيغطوش أرهم مش عالي قلنا كده ده بورش كده لا بولش معلش كده نحية من النماء بولش ما عايز أقول بس عشان الوقت كلنا يعني ما نحاولش أننا نتكلم حالها بطريقة شكرا 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 ربنا ولا الغطاء لما الستة تيجي تصلي أو تتنبأ وعلى فكرة الستات التلميذات الرب يسوى ما كانش عنده بس 16 تلميذ كان فيه عنده صفتان اللي هم 70 وفيه منهم كانوا تلميذات أي ليه الغريب جدا ما فيش مكان في العهد الجديد بيقول لي أن بولوس كان تلميذ غملائيل عرفة كل اللي بيتقال إيه كنت أجلس عند قدمي غملائيل وهذا التعبير استخدم بمعنى تلميذ صح طب ليه لما مريم تجلس عند قدمي سواء ما تبقاش تلميذة ليه إلا لما يكون فيه تعصب جوا التعليم الأديم اللي معنا لكن معلش هوجه كلمة لكل الجمهور اللي بيسمعنا من كنائس تقليدية كلمة كنائس تقليدية دي مش عيب الكنائس التقليدية معروفة بدل معه داقول بقى أرتوديكس وكاتوليك وروم أرتوديكس ومش عارف إيه ليكم خطة يعني خط في الإيمان والتقوس يختلف عن بقية الكنائس الإنجليا مثلا ومش كل الكنائس الإنجليا واحد فما ينفعش إن حد يجي يقول لي ما تقوليش كده وما تقولوش كده إحنا بنقدم تعليم من الناحيتين حضرتك تاخد اللي انت عايزه تبحث الكتاب المقدس عن أصول ما نقول فقط يعني مع الاعتذار للجميع إحنا مش بنتكلم عن طواقف إحنا بنتكلم عن الكتاب تقبل أو ترفض دي بينك وبين الله تفضل حد فتح هقرى معلش أنا هحاول أسرع عشان كمية الموضوع في دراسته يعني كنت أتمنى إن إحنا نكمل بس معلش روميا خمسة أتمنى إن الناس يقروا من عدد 12 إلى 21 لكن أنا هقرى بس عددين 12 و 17 من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد اللي هو آدم ده بولوس اللي بيتكلم دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع لأنه إن كان 17 عدد 17 لأنه إن كان بخطيئة الواحد اللي هو آدم قد ملك الموت يعني فيه إيه أوضح من كده يعني فيه اشتراك بين آدم وحوى في نفس الفعل بالظبط كده نفس الخطيئة ما نقللش من عمل هفوت المثل الثاني اللي هو كورنثوس الأولى 15 أتمنى برضو إن الناس يقروا اللي هو كورنثوس الأولى 15 من 45 إلى 49 أنا كنت هحط بس عدد واحد لكن بولوس هنا بيقارن آدم بالمسيح آدم الأول وآدم الأخير ومش معقول إن بولوس في تيموثوس الأولى صحاحة 2 هيقارن بين الرجال والنساء بصفة عامة ليه؟ لأنه في كورنثوس الأولى اعتبر إن آدم أخطأ يبقى مش هيغ مش هيسحب كلامه مش هيسحب كلامه هنا ويقول إن حوى بس اللي غلطت إذن إيه أصدبه بولوس؟ تسؤال حضرتك مش كده؟ طيب خلينا أرى تكوين اللي حصلت فيه المشكلة بين حوى والحية تكوين 2-16-17 في الأول كانت حوى مش موجودة أعطى الله الوصية لآدم وأوصل رب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت طيب إيه الغلطة اللي غلطته حوى؟ أضافت من عندها جزء اللي هو إيه؟ تكوين 3 لما بتتكلم مع الحية تكوين 3 عدد 2-3 فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجر التي فيه وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لأن لا تموتا الله ما قالش تمساه طيب إيه الغلط في دي؟ جم نين الغلط؟ حوى غلطت في حديثها مع الحي الغلط ده إما جه إحنا اتفقنا إن حوى ما كانتش موجودة ساعة ما الله علم آدم وقال له أن الشجرة اللي في وسط الجنة ما تأكلش منها تمام؟ إما مبلغة من حوى أو مبلغة من آدم لما علمها تمام؟ ودي عادتنا إحنا الرجالة مراتي خلي بالك السواء أنت بتسوقي على يمين قوي أو على الشمال قوي كأن إحنا اللي أحسن منهم كأن إحنا اللي أحسن من زوجاتنا نشوف الرأيين المختلفين كالآدي في الجزء من تمثاوس الأولى هحط بس أربع أعداد اللي هو من 11 إلى 14 تمثاوس الأولى لأن آدم يعني آسف لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لأن آدم جبل أولاً ثم حواء وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويات فحصلت في التعدي هنا هنقل عددين ما كان عددين بس المعنى هيبقى واحد يعني هعمل إيه؟ هقول 13-14 وبعدين 11-12 ليه؟ عشان المستمع الحديث في العصري لما تذكر السبب الأول وبعدين النتيجة بالضبط هنا كانت الطريقة أن النتيجة أن اللي تتعلم المرأة بسكوت السبب لأن آدم جبل أول تمام؟ فأنا هعكس بس هحط السبب ده مش هيغير المعنى تمثاوس الأولى نفس الكلام لأن آدم جبل أولاً ثم حواء وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتصلت على الرجل بل تكون في سكوت هنا هحط رأيين هخلي الععداد دي زي ماهي وهحط رأيين وهحط الرأي بتاعي بين أقواس مربعة إحنا حطناهم على الشاشة ممتاز اللي بعد كده بقى لو الألوان المختلفة يبقى رائع هقول الرأي الأول بس هحط الكلمات بتاعتي أنا جوه أقواس دي مش كلمات الله لأن آدم جبل أولاً ثم حواء وتفسيري لذلك فكل الرجال في العالم عندهم سلطان على كل نساء العالم دفتراد بالضبط وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي لذلك كل نساء العالم عندهم قابلية أكثر للغواية من الرجال من أجل ذلك دي كلمي أنا لتتعلم كلام الله لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوة ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لأن ما يعلمه أي رجل في العالم هو أفضل وفيه ثقة أكثر من تعليم أي امرأة لو حد متجوز أنا بنصح الرجالة لو هم حطوا دي مثلا الكلام اللي أنا بقوله ده يبقى اللي لا ده هيباتي إما في الجاراج إما هات يخرج برا البيت والكلام لو عكسنا هذا الكلام على الله إذن يعني الكلام في حكم قاسي جدا على المرأة عمتا طبعا ولا يوافق الكثير من الأحكام في الكتاب المقدس اللي أطلقها ربنا وتعاملها معنا بالضبط ولا يوافق التعليم المسيحي ولا تعليم الرب يسوع نفسه بالضبط الرأي الثاني بقى لأن آدم جبل أولا ثم حواء لذلك في كنيسة أفسوس عادة الرجال يعرفون أكثر بكثير من النساء فيها وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي لذلك فنساء كنيسة أفسوس بسبب جهلهم عندهم قابلية أكثر للغواية من الرجال من أجل ذلك لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذر للمرأة أن تعلم ولا تتصلت على الرجل في كنيسة أفسوس بل تكون في سكوت بلا جدال طبعاً اللي واضح حسب التعليم المسيحي حسب تعليم الرب يسوع الرأي الثاني بلا جدال هو يعني طبعاً أنا شخصياً أفضله لكن التفسير بتاع أغلب المفسرين النهاردة هو ده أنا عايز أبص للرأي الثاني اللي حضرتك حطيته ده وأقوله كده بالل أنا فهمته من حلقة النهاردة لأن آدم جبل أولاً ثم حواء ده ترتيب في هذه الحالة في الخلق ده حصل أنه آدم كان عنده المعرفة المعلومة حوة كان عندها جهل بالمعلومة طلقت من آدم ولكنها أخطأت طبعاً لأنها أضافت لأنها ما فهمتش لأنها لم تصلها الحقيقة بالكامل ما حدش عارف يعني مش كده صحيح وبعدين بيقول آدم لم يغوى ولكن المرأة أغويت حصلت في التعديد ده حقيقة واقعة لأن آدم لم يغوى آدم اختار آه آدم اختار يخطئ آه يعني هو خد من إيدها من غير هي أغويت من والكتاب ما بيقولش إنها أغويت آدم بصد علشان كده إن بعض النساء بعض النساء في أجزاء من العالم بيتصرفوا بنفس الطريقة كمثل بوليس بيدي مثل بالزبط ولكن لا يعمم هذا على الجميع صحيح ده مظبوط مظبوط أوكي لكن مسألة بسكوت وفي خضوع وعدم التسلط صحيح الكتاب بيرفض التسلط المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة مظبوط مظبوط مسألة السكوت هنا سكوت التعليم الهدوء اللي هو مثل الأعظم مريم تحت أقدام المسيح صحيح الخضوع نعمل له حلقة لوحدها طيب عشان أنا الحقيقة عشان دي هندخل فيها الجواز بقى والحقيقة الخضوع الروحي والخضوع البعضنا البعض الحقيقة إن الخضوع مفهوم جميل طبعا وكتابي وإلهي ومن محبة الله إن إحنا لازم نتعلمه بالطريقة مظبوط وعلى فكرة برضو في كنيسة أفاسوس أي وبس قبل ما بيقول الرسول بولوس إن المرأة تخضع للراجل بيقول خاضعين بعضكم لبعض العدد اللي قبله على طول بالضبط لكن إحنا بنمسك دي ونسيب دي طبعا حضرتك قلنا كلمة أخيرة عشان أنا مش عارفة فضل قد إيه لكن ما بقي من الوقت يعني فضل طيب الحقيقة في حلقتين درسنا بعض الآيات الصعبة والسلبية أي من بولوس عن المرأة وحاولنا نفسرها لكن أنا بتمنى إن إحنا ندرس الآيات الإيجابية ما يبقاش كله بنطلع لهوت من الآيات الصعبة هنشوف في العهد القديم إن دبورة كانت سيدة حكمت شعب الله وقادته في حرب فكانت قاضية ونبية وقائدة عسكرية وفي عصر إرمية النبي كان إرمية موجود كانت خلدة النبية وراح ليها ما رحوش لإرمية راحوا لخلدة وفد من أصر الملك ومن الهيكل علمتهم عن خطة الله وقادتهم إيه اللي يعملوه ده كله تعليم وسمعوا كلامها وكان عصر يوشية الملك عصر إصلاح أنا في رأيي يعني بعد داود بصراحة يوشية هو أفضل ملك على إسرائيل هنشوف في الآيات الإيجابية يسوع وبولوس وتعاملهم مع المرأة كان إيجابي إزاي ما حطوش قواعد اجتماعية بتطبق في كل زمان وكل مكان ودي لمحة صغيرة هقرها لحضرتك من لؤة عن الرب يسوع كان بيتصرف إزاي لؤة 8 واحد لثلاثة وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شوفين من أرواح شريرة وأمراض مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وأخرى كثيرات كنا يخدمناهم من أموالهن يعني ده العمل يسوع وعلى فكرة بولوس عرف دي عرف المعلومات دي بوتروس قعد مع بولوس 14 يوم يعني احنا نقدر نقرأ كل الأربع أناجيل في ما فيش يعني في ساعات لكن ده قعد مع اسبوعين وقبل ما يكتب أفاسوس وتيموثاوس مستحيل أن بولوس يعلم تعليم مخالف لسيده سيدات كنيسة أفاسوس علموا تعليم خاطئة حل بولوس المشكلة بمنع السيدات من تعليم الرجل لكن تطبيق ده على كل مكان وزمان هو عدم فهم التعليم يسوع وعدم فهم الكلمة الله أمين ربي باركك أشكرك من كل قلبي بصلي أنه الله يستخدمك ويعطيك نعمة دايماً زي ما بتبركنا شكرا يعني أحباء المشاهدين أنا يعني حي ما عنديش وقت أقول إلا أنه سورة مريم وهي جلسة تحت أقدام المسيح تمتلق من نعمة الله لا يمكن أن الله يقول لها احبسي النعمة دي فيك ولا تبركي بيها آخرين وأخريات حولك أنا عارفة أن الله يجد فيكم الكثير من المريمات الجلسة تحت أقدامه ربي بارككم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر